بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي مرحبا بيقوم في قناة درس انجليزي مع مستر عوض ربيع يا ربكم بخير في الأول باشكر كل من يتابع قناة درس انجليزي مع مستر عوض ربيع واللي بشوفنا الأول مرة مينساش يفعل انجلس ويشتراه في القناة عشان يوصل له كل ما هو الدين معنا النهاردة كتاب الجم الوحدة الثانية let's go shopping let's go shopping زي ما احنا قلنا حضراتكم ان كتاب الجم عامل حاجة جميلة جدا السنة دي جايب الكلمات دي فيه شكل جدول واحد عشان يريحك ان انت تزاكر كويس وتحفظ الكلمات كويس وبعد كل كلمات اعمل لك practice كده او افحص الكلمات اللي انت حفزتها فاركز معي للنهاية معنا النهاردة كلمات الوحدة الثانية كلها باذن الله معنا اول كلمة اسمها زبون اسمه customer customer وكزيوب sale صفقة او يتعامل deal يتصوق او محل shop تخفيض او خاص discount زكي smart بصناعة industry عرض خاص او مميز special offer special offer جلد مصنوع laser مقر store quality دراس او استبيان survey سيرفي بعد معانا لها كده مشغل الكاسيت اسمه cassette player cassette player cassette player غلاية cattle cattle اهل صنع للقهوة اسمها coffee machine coffee machine microwave 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 سلاقة fridge fridge form oven oven بعد كده معانا موضة fashion fashion معنا شباب عقدة او قلادة اسمها nicholas nicholas انصر او سرعة اسمها item item يعرض او يقدم offer offer كلمة طرفيه او وقت الفراغ اسمها leisure leisure لو ركزت كده وقت الفراغ برو ان خدنا كلمتين لها اسمها spare time free time كلمة تكنولوجيا اسمها technology technology عمود column column الان هنا silent column طازج او منعش اسمها fresh fresh زي ما قلت لحضراتكم الاجرم اللي عمله نجيب لك هنا practice على الكلمات بعد ما تحفظها كويس ورجعتها معي نجيب لك check point choose the correct answer نختر الاجابة الصحيحة I will turn سوف افتح زنات on and make us some tea واصنع لك بعض الشياء ببناء من شايفين يا شباب في الكاتل في الغلاية A knot keeps our food cold يحافظ على الطعام بتاعنا بارد and fresh وطازي نبين السلاج اسمها fridge بعد كده mom الام not to read اني تقرأ me bedroom في حكرة نومي story tonight الليلة يبقى امي عررت علي اسمها offered بعد كده معنا على شباب اللي هو الوردس والسينيمانز والانترينز المراضفات والكلمات وعكسة معانا اول كلمة كلمة مجاني اسمها free free بتساوي I'm paid I'm paid مدفوع اسمها paid paid بصوت العالي اسمها loudly loudly كثير الضوضاء أو ضوضائي اسمها noisily noisily بيهدو quietly quietly محظوظ lucky lucky محظوظ برضو اسمها fortunate fortunate غير محظوظ lucky lucky محبوب أو شعبي أو منتشر اسمها popular popular شائع common common غير محبوب unbubular unbubular كلمة يبيع sell sell يجري اسمها trade trade يشتري buy buy زكي smart smart بتساوي intelligent intelligent clever clever عقصها stupid stupid كمان كلمة دافئ war war بتساوي hot hot عكسها cool 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 cold بعد كده معنا propositions وحروف الجرد اللي مهورة في الدرس ده كلمة يطلب اسمها ask for ask for في عرض خاص اسمه on special offer on special offer يبدأ ب start with start with ينفق مالا على spend money on spend money on يبحث عن look for look for ينتظر wait for wait for for عندنا كمان conjection of verbs تصريفات الأفعال معنا الأفعال المنتظمة شايفين حضراتك العرض الجميل اللي عمله الجيم يكلف اسمها cost الماضي منها cost 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 يختار choose choose chosen choose choose chosen ينفق أو يضي مالا اسمه spent spend 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 بعد كده جايب لك مين checkpoint على اللي انا قرأناه معانا choose and complete اختر وكمل معانا number one we waited نحن انتظرنا ناطر الصديق بتاعه inside بداخل the library يبقى غالبا كلمة wait يبقى مع حرف guard for ودي مهمة يا شباب wait for number two the class the class decided to know the afternoon planting flowers ان هما يزرعهم ظهور في وقت الظاهرة in the school garden في الحديقة المدرسية ان هما يقضوا كلمة spend الافعال وخلي بالك ان كلمة تسبن من الافعال اللي بيجي معها ing ده درس لف تاني اعدالي بعد كده i won festival a prize in the race في الصباق i feel انا عشعر بالايه بالحظ lucky بعد كده يا شباب معنا definitions التعريفات ان التعريفات مهمة عشان بنجيلك نقطة او اثنين في الامتحان السنادي عندنا كلمة coffee machine يعني ايه coffee machine آلة لصنع القهوة تعريفها كده machine آلة we use نستخدمها to make hot drinks عشان نعمل منها المشروبات السخنة كلمة deal يعني صفقة good or cheap price يعني price سمن وسعر يبقى سعر رقيص وجيد كلمة discount تخفيد او قاسم a price يعني السمن that is less than usual اقل من المعتاد كلمة fridge يعني fridge سلاقة machine آلة we use نستخدمها to make food لكي نجعل الطعام cold and heal the food وتسعر كمان الطعام استاين ويبقى fresh طازج الى فترة طويلة كلمة kettle الغلاية something شيء ما that you use بتستخدمه in the kitchen في المطبخ to boil عشان تغلي water الماء microwave يعني microwave machine آلة بتطبخ فور الطعام بسرعة جدا using using باستخدام special waves بعض الامواج المميزة او الخاصة كلمة often يا شباب بتعرفها machine آلة we use بنستخدمها to cook لكي نطبخ and heat ونسخد فور الطعام بعد كده معانا كلمة sale يعني sale تخفيض او occasion بتعرفها time وقت when a shop عندما المحل sells بي بي سينجس الأشياء at a cheaper price بسعر أرخص than usual عن المعتاد speaker مكبر السوق اللي هو equipment عبارة عن my dad that you connect بتوصلها or is bar او جزء من الفون من الهاتف بتاعك راديو الراديو الكمبيوتر الكمبيوتر الاخرة لكي you can listen to add تستطيع ان انت تستمع اليها في اي وقت كلمة special offer عرض خاص او عرض مميز something شيء ما that is good price بسعار كويس or free او بالمجاني to encourage عشان يشجع people للناس to buy it لكي يشتري بعد كده قلنا كمان الصوفيكس و البرفكس مهم جدا في الامتحان العام ده عشان بيجيلك كم نقطة في الامتحان عندنا الصوفيكس يعني الصوفيكس السابق وهنا قلنا الكلام ده الصوفيكس اللاحقة اللي بتيجي فيه اخر الكلام عشان تجيب لك اما اسم اما صفة اما زارف اما فعلي تاني عندنا اول مقطع معنا is زي كلمة advert بتعمل فيها ايه بتحول قلنا نازم نحفظ المسميات دي بتحول الناون الاسم الى verb فعل زي كلمة adverse عندنا كمان كلمة ant بتعمل بتحول الفعل الاسم الفعل زي كلمة assistant تبقى assistant عندنا y دي كلمة deliver بتعمل ايه بتحول الفعل اللي هي الاسم زي كلمة delivery كلمة زي المقطع اللي بعد كده anca يختلف كلمة بتحول الفعل لناول اسم زي كلمة difference بعد كده ال y مشهورة جدا بتحول الصفة الى ظرف اللي هو الظرف او الحال زي كلمة normal normally عندنا بعد كده المقطع اللي بعده ar زي speak يتحدث يحول الفعل الاسم تمام الفعل اللي قلنا ال bird وان الاسم اللي هو النوع زي speaker بعد كده معنا شباب language notes الملاحظات الغوية عندنا كلمة make بمعنى يصنع ويجعل بيكي وراء ال object المفعول ثم ال object في الصفة يا اما infinitive الفعل فين في المصدر ناخد مثال بيقولك the clown يعني clown المهرج made صنع او جعلة بيجي وراء الاسم اللي هي عائدة على نحن ثم بي الصفة او love يضحق ده الفعل في المصدر بغير to بعد كده معنا language notes التانية عندنا كلمة use زي ما حطراتكم عارفين use بمعنى يستخدم بيجي وراها الشيء ثم tool فعل في المصدر دي بمعنى يستخدم لكي ودي يركز معاين دي اسمها tool مصدرية بيجي وراها الفعل فين في المصدر اما use بيجوارها بردو نفس الكلام الشيء ثم for واي حرف غير to بيجوارها verb زي الانجي اما نوع اللي هو الاسم ناخد مثال ونقول we use ونستخدم من headphones سماعة الرأس to listen لكي نستمع أو for listening لسماء to music للموسيقى عندنا الموطة اللي بعد كده ايه الفرق ما بين كلمة discount وكلمة offer وكلمة sale وكلمة deal اولا كلمة discount زي ما حضرتكم عارفينها كويس بتقابلوها في الاسواق اللي هو تغفيد او قسم وده عبارة عن مرتبط بخاص متخفيد مبلغ معين من الفاتورة مثلا زي يقول this machine هذه الالة هاز لديها 25% 25% من ال discount بتاع it's usually it's usually عادةً costs بتكلفني 1000 الف جنيه but now لكنها الان it's 750 سبعمائة وخمسين جنيه اما ال offer اللي هو العرض ده مرتبط بشيء اخر كهدية ومتخفيد مع المنتج الاصلي زي يقول the special offer العرض الخاص ده او المميز for the smart tv التلفاز الزكي الانيق is free speaker مع كمان سماعة هدية اما كلمة sale لها معنى اللي هو the occasion the occasion ده يكون منتبط الوقت معين في السنة او في العام المحل ده بيعمله زي يقول the closet shop المحل اللي بقي الملابس has لديه a sale occasion all the closest كل الملابس are the shape or the ارخص من المعتاد the usual this week هذا الازوق اما كلمة deal يعني deal صفقة ده عبارة عن شراء شيء بسعر منقفض عن سعره الاصلي زي يقول على اما speaker سماعة سماعة رأس عندما تشتري هذا اللابتوب هذا اللابتوب ده كلمة deal ولا sale ولا discount ولا offer وكلمة offer ده العرض بتاعهم بعد كده you can use 25% 25% خصم يعني خصم discount بعد كده حضرتكم معنا الدرس الثالث والدرس الرابع من الوحدة الثانية معنا كلمات النهاردة كلمة بطارية اسمها battery battery كلمة السر أو كلمة المرور اسمها password password يشحن charge charge يوصل الجهاز plug plug in plug in يزين ويزخر اسمها decorate decorate صفقة أو قوقع اسمها الشل أسف صدفة أو قوقع اسمها الشل يعمل استمارس مع فلن فلن اسلوب style style استمارة form form يغلق جهاز يغلق جهاز turn off turn off كلمة حرفة يدوي اسمها handicraft 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 كلمة يفتح جهاز اسمها turn on turn on يسجل الدخول اسمها login 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 كلمة خشف اسمها wadin wadin عندي كمان كلمة فلن اسمه artist فلن artist artist أوامر أو تعليمات instructions instructions يصمم أو تصميم design design ورقة أو أوراق الشجر leave وجمعها leaves leave وليمز اللي بهنا الف إلى ves فلن عندي كمان يرسل بريد الكتروني اسمها email email نعم soft soft يتخيل imagine imagine فقه صدري 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 بعد كلمة معنا اتشيك باين ودي من الحاجات الجميلة جدا اللي عملها كتاب الجم السناني وعندك كلمات جايبها لك في البوكس زي instructions in stitches off يقول لك please من فضلك fill not your name اسمك and address وعنوانك on the form في هذا الفورم الشكل أو التطبيق يبقى كلمة فعلام يعني يملأ يملأ استمارة بعد كده يجب عليك turn on the computer when you finish عندما تنهي يبقى كلمة turn off بعد كده we have we have to يجب علينا follow اللي اتبع نوع inside بداخل زى ميوزيام المتحف يبقى instructions التعليمات بعد كده معنا الكلمات و المراضفات و المناقضات عندنا كلمة مزهل اسمها amazing amazing يتساوي كلمة surprising surprising عندي كمان كلمة عادي ordinary ordinary يملأ fill in fill in يكمل complete complete يتجاهل ignore ignore يسجل الدخول login log in يسجل الدخول sign in ضحزنا يا شباب هنا g silent sign in يسجل الخروج اسمها lookout lookout حديث أو معاصر اسمها modern modern قرير اللي ينسويها new أو راسم new أو راسم قديم أو تقليلي old auto additional يوصل جهاز plug in plug in يوصل connect connect ينزع القابس القهرباء اسمها plug out plug out يفتح جهاز turn off turn on turn on تساوي switch on switch on turn off turn off turn off أو switch off أو switch off أو switch off كمان يا شباب معنا حاجة اسمها language expressions التعبيرات اللغوية اللي موجودة في الدرس قلنا التعبيرات دي عبارة عن فعل يجي مع اسم أو الصفة عشان يكون كلمة جديدة عليك شوية زي كلمة يكسب مالا اسمها earn money earn money earn money كلمة يتبع القواعد اسمها follow rules follow rules يبدو مزهلا look amazing look amazing يحصل على معلومات get information get information يكتب رضا write a reply write a reply يشهن بطارية charge battery charge battery بعد كده معنا البروبسيشن وحروف الجار المبهودة في الدرس التاليات والرابع كلمة تهدين على اسمها congratulations on congratulations on يكتشف اسمها find out about تستغربش ان في حرفين جار وراها find out about محبوب لدى اسمها popular with popular with مشكلة فيه a problem with a problem with بعد كده نخش على الكونجيكشن of verbs الافعال الغير منتظمة تصرفاتها معنا كلمة break يكسر break يكسر تصرفاتها broken break broken يفقد او يضيع يضيع او يفسس مع lose الماضي منها lost lose lost lost يبيع sell sold يبيع sell sold بعد كده معنا جايب لك برضو check point ابحص الكلمات اللي انت سكرتها كويس وحفظتها ورجعتها معي عند كلمة ordinary كلمة locked كلمة on كلمة was يقولك مو صلاح is popular الاقصى الشعبية not many people لدى الكثير من الناس يبقى بولك popular a popular was you not really pretty يبدو حقا ان انت جميلة in this dress في هذا الفستان كلمة locked المعنى يبدو بعد كده it was an amazing trip انها رحلة مزهلة it wasn't انها ليست عادية the ordinary بعد كده شباب معنا the definitions التعريفات وقولنا ان هي مهمة عشان انتهاء العام ده معنا اول التعريف charge يعني يشهن معناها to put electricity ان انت تضع الكهرباء into something داخل شيء ما such as مثل الفوق الهاتف كلمة film يعني يملأ استمارة او يملأ وعاء to complete ان انت تكمل information معلومات وربيد ونبيس في جزء من الورق or online او عبر الانترنت كلمة handicraft اللي هو حرفة يدوية an object شيء made by مصنوع بواسطة a person in a traditional way بطريقة تقليدية such as مثل البسكت السلة باول الإناء etc الى آخره بعد كده معنا كلمة log in يسجل الدخول تعرفها to put in information ان انت طلع معلومات so that لكي you can use ممكن تستخدم a computer عندي كمان كلمة password كلمة السر تعرفها special secret يعني خاص او مميز secret word عبارة عن كلمة سرية او كلمة مين خاصة that you must write نظم تكتبها or say before you can use ابل ما تستخدم الكمبيوتر or go into a place او تدخل مكان ما بعد كده معنا كلمة log in يعني يقوم بتوصيل الجهاز تعرفها to connect ان انت توصل equipment معدات او معدة to electricity الى الكهرباء بعد كده معنا الصافيكس اللاحقة الموجودة في الدرس ده كلمة وانا اللاحقة عبارة عن مقطوعة زي المقطوعة اللي عندنا ING بتعمل ايه بتحول الفعل لصفة زي كلمة amazing كلمة excite تبقى exciting كلمة color تبقى the colorful مع مين تبقى الFUL برضو بتحول الverb الفعلي الى adjective صفة اما تحويل الفعل الاسم مع الion زي كلمة congratulate تبقى congratulations كلمة instruct تبقى instruction اما المقطع AL بيعمل ايه بيحول الاسم اللي هو النول اللي adjective صفة زي كلمة tradition تبقى traditional كلمة واض معها EL بتحول برضو الاسم من صفة تبقى واضل اما كلمة IST بتعمل ايه بتحول الاسم من noun الى مين الى اسم فعل زي art تبقى artist كلمة مفاجئ بتعمل مع الLY بتحول الصفة لظرف قلنا بنسبة كبيرة جدا الكلمات الاخيرة لظرف او حال زي كلمة southern suddenly بعد كده معانا الماتيريالز الماتيريالز دي المواد الخام اللي موجودة في الدرس عندنا كلمة glass دي زجاج بلاستيك بلاستيك والصوف كلمة laser دي الجلد المصنوع او المدبوغ كلمة metal كلمة wood خشم عندنا language notes الملاحظات اللي موجودة في الدرس الدالت والدرس الرابع معاها شباب عندنا كلمة one off واحد مين بيجوارها صفة التفضيل العليا عارفين الصفة التفضيل العليا اللي هي زي الصفة استي او زي معصص صفة او عند كمان one off بيجوارها اسم جامع ثم الفعل بتاعها يبقى فعل في المفرد يعني ممكن تطرف اس للفع او ممكن تستخدم is او ممكن تستخدم most او ممكن تستخدم هز معاها زي اقول زي لاذر اندستري صناعات الجلد is one of the oldest واحد من اقدم صناعات ان ايجيب في مصر كلمة one off جبت معاها صفة التفضيل بزاء الصفة est واحد من اصدقائي ليبز فهنا قلنا بيجوارها اسم جامع والفعل معاها فين في المفرد عندنا كمان كلمة win والمضي منها one one وكلمة gain gained gained earned earned وهنزود معاها شباب كلمة beat يعني كلمة beat بيت بمعنى يهزم او يتغلب عليه دي كلمات مرتبطة مع بعضها كلمة win يفوز يفوز ياما بجائزة بانه وراه بمسابقة بمديليا زي يقول امير وان فازا زفار السبرايز بالجائزة الاولى اندى كومبيتيش في المسابقة اما كلمة gain يعني يكتسب معلومة يكتسب وزن يكتسب خبرة ده شيء غير معلوم اللي هو حاجة مش منسوكة بايدك زي يقول نادر is very good at جيد فيه جيد he gained هو يكتسب much experience الكثير من الخبرات in his life اما كلمة earn بمعنى يكسب قطة يومة او يكسب المعيشة او يكسب مالا زي يقول ماجد earn it بيكسب المعنى المزيد من المال in his new company في الشركة الجديدة اما عندنا النقطة الثالثة في language notes في الدرس ده عن كلمة use to يعني يستخدم فيه اذا سبقها am with war يجي برضو وراء الفعل في المصدر على العكس كلمة use the to اعتاد ان اما use the for اذا سبقها am with war يجي وراء verb zing ناخد مثال يا شباب زي a cattle الغلاية is used to يستخدم فيه boil water a cattle is used for boiling water اذا انت بلاحظه ان الاولى to الفعلة في المصدر الثانية for ing energy بعد كده معنا يا شباب الدرس الخامس والدرس الثالث من الوحدة الثانية اللي هي let's go shopping معنا كلمتها زي كلمة يعاود الاتصال اسمها call back call back يرسل رسالة بالبرين الالكتروني اسمها ايمين ايمين شركة company company سلبي negative negative يشكو او يشتاك اسمها complain complain يطلب او طلب order order شكوه component ايقابي positive عندنا كمان مختلط اسمها mix it مختلط mix it باع sailor sailor كلمة pointes اللي هي نقاط pointes pointes مصدر source source اعدالي preparatory preparatory اختصر كلمة prep preparatory كلمة عنوان موضوع اسمه title title ابتدائي primary 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 قالت تحميص الخبز اسمها twaster twaster منتج product product موثق او موثوق ب trusted trusted بعد كده ان ناخد على check point ان دي من النقاط المهمة اللي عاملها الجنب السناني ده فيها اسئلة بتاكد لك ازاي تقدر تحل على الكلمات اللي انت حفزتها وكمان هي جميلة جدا نواجبها لك بالتدريج عشان تفهمها تمام يعني هي بتناسب كل المستويات عندك كلمة complain يعني يشكر company twaster on عندي بيقولك i heard انا سمعته not that your laptop اللي اللابتوب بتاعكم isn't working properly لا يعمل بشكل مناسب ولا منائم كيبه هنا نستخدم كلمة complain يشتكي بعد كده we can use ممكن استخدم زلاط to make warm sundewatches عشان نعمل منوص الدوتشات ساخنة او دافعة اسمها twaster بعد كده معنا يا شباب المين الوردس الكلمات we cinnamon المراضفات we المراقضات عندي كلمة مكسور اسمها broken broken نسو كلمة damaged damaged عكسها I'm broken unbroken لزيز delicious لزيز برضو tasty tasty مكريه او مقرف اسمها nasty nasty سعيد happy happy بتسوي glad glad عكسها unhappy أو sad unhappy عكسها horrible horrible بتسوي كلمة terrible terrible عكسها attractive attractive عندنا كمان كلمة اساسي او هام اسمها mean mean بتسوي essential essential أو important important عكسها unimportant unimportant كلمة قلق اسمها worried worried بتسوي inexious inexious عكسها unworried أو relaxed unworried أو relaxed صد بعد كده معنا language expressions تعبيرات اللغوية عندنا كلمة يجيب أو يرد على الشكوة اسمها answer a component answer a component أما يقدم شكوة اسمها make a component make a component make a component يحافظ على الهلو اسمها keep tall keep tall كلمة يطلب أواني اسمها order puts order puts order puts بعد كده ال preposition ظهروا في الجارة المغورة في التنسلة كلمة كهدية لي اسمها as a present for كلمة غير سعيد بشان اسمها unhappy about unhappy about سعيد ب happy with happy with كلمة قلق على worried about worried about عندنا كمان تصطفات الأفعال الأفعال الغير منتظمة كلمة mean يعني meant meant mean meant كلمة يرسل send 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 عندنا كمان main point تشك افحص على مين الكلمات اللي هنا قرأناها هالوقتي واللي انت هتحفظها عندك choose and complete I am happy أنا سعيد not my new coloring book بالتلوين الكتاب الجديد بتاعي يبقى هنستخدم معها with happy with عني كمان زكب الفنجان أو الكاس is not so we need محتاجين أن يوان واحد جديد يبقى انكسرة broken I want an email to my friend صديقي ياصر داعي بالأمس يبقى أرسلتو send بعد كده معانا the definitions التعريفات وقلنا مهمة عندنا كلمة call back يعاون الاتصال تعريفها شباب to return يعني انت تعيد phone وكلمة مين الهاتف كلمة compliance اللي هو مين الشكوى something شيء ما that you say انت بتقوله or write or تكتبه when you are unhappy عندما تكون غير سعيد about something يعني شيء ما because بسبب you think انت بتعتقد it is wrong ان هذا مقطع or not very good أو ليس شيء كلمة email يعني يرسل رسالة بالبريد to send a message كي يرسل رسالة electronically يعني بشكل electronically كلمة order يعني يطلب أو طلب when a customer عندما يزبون ask someone بيطلب من شخص ما to send ويرسله bring يحضر له or make something or whatever for them عندنا كمان suffix اللاحقة اللي مبهورة في الدرس الخامس والثانس عندنا i o n وانه بتعمل ايه بتحول الverb الفعلي لعسم زي كلمة express اكسبريس 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 كمان كلمة twist تبقى twisted اما y بتعمل ايه بتحول الناول الاسم الى adjective زي كلمة noise noisy noise noisy موسيقى